منصب رئاسة البرلمان الذي لم يتم حله لغاية هذه اللحظة وسط ذلك رئيس حزب تقدم السيد محمد الحلبوسي يقوم بجولات مكوكية ولقاءات عديدة كان آخرها بالأمس ولقاءه مع رئيس حزب التصدي خالد العبيدي بوجود أشخاص أثارت تساؤلات كثيرة في هذا الاجتماع نتاج هذا الحراك السياسي لغاية هذه اللحظة كيف تقرأوا؟ إلى أين سوف يقودنا برأيك؟ بداية شكرا جزيلا على هذه الاستضافة تحية طيب لكم وإلى متابعيكم الكرام نعم هناك حراك وجولات مكوكية من قبل رئيس حزب تقدم السيد محمد الحلبوسي يشمل كثير من الأطراف العملية السياسية لا سيما اتلاف إدارة الدولة السيد المالكي السيد عمار الحكيم السيد هاد العامري جميع أطراف وكذلك الحزبين الكرديين البارتي واليكتي وجميع أطراف العملية السياسية هذا حقيقة مفقراءتنا واستشرافنا للموضوع هو من أجل التأكيد على الاستحقاق الدستوري من أجل التأكيد على الاستحقاق القانوني فضلا عن الأعراف السياسية التي نشأت بعد التصويت على الدستور العراقي والذي سارت عليه العملية السياسية منذ 2005 إلى غاية يومنا هذا وهو التأكيد على الأغلبية النيابية من يمتلك الأغلبية النيابية الداخل المكون السنية أو داخل المكون الشيعي هو من يأتي بمنصب رئيس المجلس النواب أو ينسحب على رئيس الوزراء فضلا عن رئيس الجمهورية وهذه الأعراف هنا كانت هذه الزيارات من أجل التأكيد على الاستحقاق من أجل التأكيد على عدم كسر هذا العرف لماذا؟ لأن أي كسر لهذا العرف السياسي وكسر عملية والذهاب مع الأطراف الأخرى التي لا تمتلك الأغلبية النيابية سوف يؤسس لسنة هذه السنة ممكن يكتوي بنارها الأطراف السياسية المجتمع وهذا ينسحب على الجانب الكردي وينسحب على جانب أطراف العملية السياسية وعنى الإطار التنسيقي بالتالي كان هناك حقيقة اجتماع ممكن لحزب تقدم وانا اطلعت من بعض المصادر على وثيقة تشمل 44 نائب أو يزيد عن هذا العدد تم توقيعهم من أجل ثبات الوجود من أجل إثبات الاستحقاق الانتخاب لرئيس مجلس النواب لماذا؟ لأننا نتحدث عن نقاط بداية تشكيل الحكومة وبداية تقاسم حقيقة الوزارات بين المكون السني هو له 6 وزارات بالتالي رئاسة البرلمان وحدها تستنزف 25 نقطة بالتالي هذا الاستحقاق هو لتقدم أي قفز على هذه الحقيقة يعيد حقيقة تقسيم هذه المناصب التي وزعت وتشمل الوزارات هنا حقيقة هناك تفاهمات السيد الحلبوسي وحسب المعلومات المتوفرة وصل إلى التفاهمات من خلال استشرافنا من خلال قراءتنا بمجرد موافقة الإطار التنسيقي وبقية الكتل السياسية على تعديل النظام الداخلي بالتحديد المادة اطمعش التي تتحدث في حالة خلوم منصب رئيس مجلس النواب ينتخب بالأغلبية المطلقة بما يراعي التوازنات السياسية بمجرد الموافقة على تعديل هذا النظام وإضافة فقرة رابعة على هذه المادة هو إقرار بأحقية حزب تقدم بمنصب رئيس مجلس النواب هذا يؤشر على نجاح زيارة السيد محمد الحلبوسي الذي شملت جميع أطراف العملية السياسية وإقناعهم لأن كانت هناك حقيقة دعوة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني من أجل يعني لم ممكن البيت السني للتواصل يعني المنتظم السياسي أنا أقصد من أجل التوصل إلى حل هذا الحقيقة يعني الاجتماع لم ينجح ولكن كانت هناك طرح عدة حلول من ضمنها أن يجتمع البيت السني ونواب السنة انصحها التعبير والذهاب إلى انتخاب داخل البيت السني ومن يخرج حقيقة بالأغلبية ويحظى بالأغلبية سوف يذهب الإطار والتصويت مع هذا الموضوع السيد الحلبوسي وافق على هذا المقترح مع تحفظ وممكن رفض بقية الأطرافة تحدث عن السيد سام الرائي والسيد خميس الخنجر وهذا يؤشر على أن الأغلبية هي مع حزب تقدم وليس مع هذين الطرفين أنصحها التعبير بالتالي أنا أقول المؤشرات حقيقة هي نعم تسير ببطء وهو يؤثر على السلطة التشريعية من أجل إكمال الاستحقاقات الدستورية واتخاذ مجلس النواب مسار الدستور استناداً للمادة 61 من الدستور تشريع القوانين فضلاً عن رقابة حكومة التنفيذية بالتالي حقيقة ممكن بعد شهر رمضان المبارك حسب توقعي وقرائتي سوف تكون انفراجة لانتخاب رئيس مجلس نواب جديد وسيكون من تقدم وفق المعطيات الحالية على اعتبار أن النظام الداخلي سوف يعدل وهو الآن لدى اللجان داخل مجلس النواب وبالتحديد اللجنة القانونية من أجل عرضه في الجلسات المقبلة والتصويت على تعديل النظام الداخلي وإضافة فقرة هي تتيح في حالة عدم حصول المتبارين يعني الخمسة على الأغلبية المطلقة ممكن في الجلسة الثانية يتم فتح باب الترشيح وبالتالي استبدال المرشح ممكن الذي عليه خلاف سياسي وليس قانوني أو دستوري أنا أعني السيد شعلان الكريم بالتالي ممكن إضافة مرشح من تقدم ممكن السيد عبد الكريم عبطان وممكن السيد حقيقة مزاحم الخياط بالتالي هذين الشخصيتين لهما قبول وطني وكذلك إجماع سياسي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر